اشتركوا في القناة وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدل لدى وصوله أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب أسمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز السعود أمير منطقة الرياض وصاحب أسمو الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي أسيد نبيل العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب السمو الملكية الأمرا والوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين وقد تفضل جلالة الملك المفد لدى وصوله بالتصريح التالي يصلنا ونحن نصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نهرب عن سعادتنا للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي ستعقد في مدينة الرياض يومي العاشر والحادي عشر نوفمبر تلبية لدعوة كريمة من أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله مؤكدين أن هذه القمة تكتسب أهمية استراتيجية بالغة حيث تُعقد في المملكة العربية السعودية صاحبة الدور الريادي في قيادة العمل العربي المشترك وتقوية الروابط بين الدول العربية مع كافة دول العالم وتكتلاته كما أنها تأتي في مرحلة فارقة مليئة بالتحديات الجسيمة التي تستدعي التكاتف والتعاضد لتحقيق الآمال العريضة بأن تشهد الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهضة مباركة وانطلاقة مثمرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إن القممة العربية مع دول أمريكا الجنوبية تمثل دائما مصدرا للخير والنمى في العلاقات بين المنطقتين ونحن نقدر كثيرا ما تحقق خلال السنوات الماضية ونتطلع في هذه القمة الرابعة أن يرتقي بالتعاون لمجالات أرحب تلبي طموحاتنا في توطيد أواصر التنسيق بين دولنا وإرساء آليات لتعزيز التشاور والتفاهم حول الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي ووضع استراتيجيات عصرية لتحقيق المزيد من الرخاء والمكان لشعوبنا وترسيخ أمن واستقرار دولنا ونعرب عن أملنا في أن تكلل أعمال القمة بالنجاح وأن تكون بمثابة لبنة جديدة في مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك وبلورة أفاق واعدة في المجالات كافة وكان جلالة الملك المفد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم يرافق جلالة الملك المفد حفظه الله ورعاه وفد مكون من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مرافق عسكري معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزيره الدوان الملكي معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتجيل العقاري معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيره الخارجية معالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار صاحب الجلالة لشؤون الإعلام سعادة السيد زايد بن رشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان سعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة سيد حمد بن علي الكعبي السكريتير الشخصي لجلالة الملك المفدى سعادة اللواء الركن طيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر